لا لجلب طرف ثالث للمشاورات اليمنية تحذير صريح موجه للأمم المتحدة المحذر هنا الحكومة اليمنية التي أكدت على لسان وزير خارجيتها خالد اليماني أن أي محاولات للمبعوث الدولي لفرض أطراف خارج مرجعيات الحل المعلنة مرفوضة وتعد انقلابا على المرجعيات الدولية اليمن حذر في مقابلة له على قناة اليمن الرسمية المبعوث الدولي مارتين غريفث من أن محاولاته فرض طرف ثالث في المشاورات تمثل خطا أحمر كونها تخالف القرارات الدولية التي ترتكز على مشاورات بين طرفين الشرعية والانقلاب هذا ما أكدنا على سيد مارتين غريفث واعتبرنا من الخطط الحمر وقلنا لسيد مارتين غريفث كل محاولاتك لجلب طرف ثالث أو ما يبدو بأنه طرف ثالث على طاولة المشاورات لا يمكن أن تنطلي على أحد ونحن لا يمكن أن نجاريك في هذا الأمر لأن قرار مجلس الأمر رقم 2216 يتحدث عن حكومة وانقلاب أتت تحذير الحكومي بعد جدل أثير حول فشل أطراف إقليمية إدراج المجلس الانتقالي الجنوبي في المشاورات الأممية بجينيف الثالثة وهو ما أدى إلى غضب عبرت عنه قيادات في المجلس الانتقالي ترجم إلى تصريحات ضد الشرعية وتحريض الشارع الجنوبي عليها اليماني في مقابلته المتلفزة جدد انتقاداته القوية ضد رفض المبعوث الأممي تسمية ميليشيا الحوثي بالطرف المعرق لجينيف الثالثة متهما إياه بمحاولة توزيع الجرم على الغائب والحاضر موضحا أن توجهات أتت من حزب الله منعت وفد الميليشيا من الحضور وأشار اليماني إلى أن المبعوث الدولي يحاول فرض تسميات لوفد ميليشيا الحوثي خارج التسمية الواردة في قرار مجلس الأمن عندما يتحدث عن مسميات للانقلاب الحوثي نحن نقول نحن نرفض هذه المسميات لأن هذه المسميات ليست واردة في القرارات الدولية فيما يبدو فإن جينيف الثالثة خلفت شرخا في العلاقة بين الأمم المتحدة واليمن حيث اتهمها اليماني بمحاولة تغطية فشلها بالالتزام بقرار مجلس الأمن مؤكدا أنها خذلت الشعب اليمني وعمقت الأزمة اليمنية وساهمت في تمكين ميليشيا الحوثي بدل أن تسعى عبر المجوعة الدولية للضغط على إيران الراعي الرئيسي للميليشيا